راد كرو أو الغراب الأحمر اسم لموقع إلكتروني يرصد الأوضاع الأمنية في فلسطين الشركات التي تمارس أنشطة في أماكن الصراع هي الأكثر استفادة من هذا الموقع المشروع يتابع الوضع الأمنية في إسرائيل والضفة الغربية على أن يغطي المنطقة بأسرها بحلول عام 2017 كرو هي ويب سايت بتامع عن طريق الإنترنت بتقوم بمراقبة الأحداث الحالية بطريقة دائمة وترجمتها وتحويلها بعد فحصها لنصوص معينة وخرائط بتشرح للمستخدم وبتحدد له الأخطار الموجودة حاليا والأخطار المحتملة كمان مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء هي المصادر الأساسية للمعلومات التي يستند إليها القيمون على الموقع الذين يمارسون عملهم من مكتب صغير في رامالله في الدفة الغربية في الوقت الحالي ريد كرو متوفرة عن طريق الويب سايت وحاليا عم نشتغل على تصميم الآب التي تستخدم على التلفونات والجوالات الذكية ورح تكون جاهزة خلال الشهرين القادمين النشيطة الإسكتلندية كامبرلي ديفيدسون تقيم في رامالله وتقول إن موقع رادي كرو يقدم خدمة مهمة ويسهل عملية تنقل الأجانب العاملين في هذه المنطقة بالمقارنة بما نستخدمه حاليا هي أن كنا نتلقى تقارير تقريرا في الصباح وتقريرا أسبوعيا لكن الأمور تتغير سريعا هنا في المنطقة بحيث نحتاج إلى معلومات أكثر دقة وخصوصا عن الحواجز المختلفة واحتمال حدوث توتر الفائدة التي يؤمنها هذا الموقع تنسحب أيضا على الفلسطينيين هو برنامج بينقل المعلومات نقل المعلومات وبالتحديد برنامج المعلومات الأمنية وهذا في مجال الأمن جدا مهم لأن هذه طريقة من طرق للتواصل ما بين المناطق يعني أنا جغرافيا ما بقدر أكون في كل مناطق في كل الوقت موقع إلكتروني كهذا حاجة ملحة في منطقة تنتشر فيها أعمال العنف والقتل العشوائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر